أهلا بكم من جديد أتمت وزارة الصحة تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها ستة مهابط فقد جهزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية ومهبط مستشفى النور التخصصي ومهبط مستشفى حراء العام وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة جهزت الصحة ثلاثة مهابط الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى من الطوارئ وهي المهابط التي يتم من خلالها إخلاء الحالات داخل مكة المكرمة وتحرص وزارة الصحة على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة والمستشفيات المتخصصة داخل المملكة والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي